هنا مسألة مات الرجل أين الفاعل؟ علما أن الفاعل هو الذي أسند إليه الفعل عندما نقول مات الرجل أين الفاعل؟ نعم هذه من الجمل التي شغلت النحاة قديما وحديدا حتى أن بعضهم يرى ضرورة انضمام أمثال هذه الجمل إلى نائب الفاعل طيب ما الجواب على هذا السؤال؟ نقول بأن هناك فرقا بين الفاعل الحقيقي والفاعل النحوي فالفاعل النحوي مثل هذه الجملة مات الرجل وفاعل في النحو فقط أما في المعنى فلا ومثلها مثلا في الجمل الأخرى إن كسر الزجاج تحرك الشجر تمزقت الورق مثلا فالفاعل في هذه الجمل كلها هو فاعل نحوي فقط وليس فاعلا حقيقيا ولكن كيف نفرق بين الفاعلين النحوي والحقيقي؟ قالوا إن من يتأثر بالفعل هو الفاعل ما لم يظهر الفعل الحقيقي فلو طبقنا هذا الكلام على مثالنا مثلا مات الرجل فإننا نجد أن الرجل هو من تأثر بالفعل ولم يظهر الفاعل الحقيقي الذي هو ملك الموت بأمر من الله وبالتالي يصبح الرجل فاعلا نحويا فقط وليس حقيقيا